طابت أوقاتكم بكل خير نتفيأ وإياكم ظلال هذه الصفحة من سورة البقرة لنأخذ قصطا من الراحة قبل أن نصبح تحت التراب وحدنا لا أنيس ولا معين إلا الله والعمل الصالح والإيمان الصحيح الذي لا تؤثر عليه صيحات المبطلين إن هذه الدنيا خلقت من أجلك أيها الأخ الكريم وخلقك الله من أجله أفتخيب ظن ربك فيك فتعمل من أجل الدنيا وتنسى خالقك المنعم المتفضل عليك إن عبدا يعمل بذلك سيخسر خسرانا مبينا ويندم يوم لا ينفع نفسا ندمها ولا حسرتها لماذا تحرص على الدنيا وتعلم أنها زائلة ألا ترى كل يوم مشيعا إلى القبور هل أخذ معه شيئا؟ انظر إلى أعظم الملوك في الدنيا كم أخذ معه عند وفاته إن من حكمة الله سبحانه أن يولد الإنسان وهو قابض يديه وكأنه يريد الاستيلاء على كل هذه الدنيا وأن لا يفلت منه شيء وكذلك من حكمته أن ينتقل هذا الإنسان من الدنيا وهو باسط يديه ليقول للناس بلسان حاله إنني لم أخذ معي شيئا من الدنيا إلا نفقة أنفقتها في سبيل الله أو صدقة جارية قدمتها لنفسي يبقى نفعها إلى يوم القيامة هذه هي الدنيا الفانية وتلك هي الآخرة الباقية فانظر إلى أيهما تعمل ومن أبناء من منهما تكون قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ووسط اللسان وذلك من ضمن كلامنا عن مخارج اللسان بشكل عام نأتي اليوم إلى القسم الثالث من مخارج اللسان وهو حافة اللسان والحافة هي الجانب وفيها مخرجان المخرج الأول مخرج حرف الضاد من إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا فتخرج الضاد من الجانب الأيسر وهو أسهل وأكثر استعمالا أو من الجانب الأيمن وهو أصعب أو من الجانبين معا وهو أعسر وقليل مثاله هل لحظت أخي مخرج الضاد؟ يمكنك أن تخرجه من حافة اللسان سواء من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى أو من الجهتين معا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجها من الجانبين معا وقيل أيضا سيدنا عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك المخرج الثاني مخرج اللام تخرج اللام ما بين حافتي اللسان معا وما يحاذيهما من لثة الأسنان العليا وهي لثة الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين مثاله والليل واللثة هي اللحم المركب فيه الأسنان أو بمعنى آخر تخرج اللام من أول حافة اللسان إلى آخرها أي رأس اللسان مع ما يليه من لثة الحنك الأعلى أولا نقف عند قوله تعالى فتمنوا الموت في هذه الكلمة يجب أن تلاحظ الشدة والفتحة التي فوق النون وكذلك الضمة التي فوق الواو فلا تقول فتمنوا ولكن فتمنوا فتمنوا النون مشددة ومفتوحة والواو مضمومة ولتجدنهم أحرص الناس على حياه لاحظ هذه الكلمة كيف رسمت رسمت بطريقة خاصة في القرآن الكريم فتنبه إلى طريقة رسمها وإلى طريقة لفظها سيأتي معنا في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى فائدة اللون الرمادي فإذا رأيت في مصحف التجويد حرفا قد لون باللون الرمادي فهذا يعني أنه حرف لا يلفظ وهذا ما سيأتي تفصيله في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب لاحظ هذه الكلمة وقفت على آخرها بالسكون مع أن حرف الرأي في آخرها مفتوح وليس ساكنا ولكن أعيد عليك هذه القاعدة لشدة أهميتها العرب لا تقف على متحرك بل تسكن في حالة الوقف وأيضا حاذر إذا وقفت على حرف الرأي أن تكرره أي أن تقول أن يعمر ولكن يعمر لاحظ حرف الألف في كلمة مر معك في هذا اليوم أن حرف اللامي يخرج ما بين حافتي اللسان معا وما يحاذيهما من لثة الأسنان العليا إذا أردت أن تعرفه فضع قبله همزة مكسورة وسكنه هكذا لاحظ حيث انتهى الصوت يكون مخرج هذا الحرف وأخيرا انتبه لقوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب لاحظ أن حرف الواوي لم يلفظ لأنه جاء ساكنا وجاءت بعده اللام في الكلمة التالية ساكنة أيضا وهذا يعني عند اجتماع ساكنين أن تسقط الأول من لفظك اقرأ هكذا أوتوا الكتاب ولا تقل أوتوا الكتاب فإن ذلك خطأ شائع فتنبه له من لطائف التفسير في كتاب الله عز وجل يقول تعالى عن بني إسرائيل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم انظر أخي كيف عبر الله تعالى عن الذنوب والمعاصي التي ارتكبها بني إسرائيل بقوله بما قدمت أيديهم فلما خص اليد بالذنب دون غيرها مع أنهم أساءوا لعيسى بلسانهم وكذبهم عليه إذا رجعت إلى فضائعهم وجدت أفضعها باليد فأكثر ما صنعوه هو تحريف التوراة ووسيلته اليد وأفضع ما اقترفوه قتل الأنبياء وآلته اليد تعد هذه الآية بما فيها من تحدي سافر لليهود إحدى معجزات القرآن وإحدى دلائل النبوة ألا ترى أنها نفت صدور تمني الموت مع حرصهم على أن يظهروا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فكان تمني الموت فيه تكذيب لهذه الآية ومن ثم تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه تمنى الموت والآن أخي المشاهد لاحظ كلمة جبريل 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 اسم عبراني للملك المرسل من الله تعالى بالوحي لرسله وهو مركب من كلمتين كلمة جبر وكلمة إيل فأما كلمة جبر فمعنها عبد أو القوة وكلمة إيل تعني اسما من أسماء الله في العبرانية وقد ورد اسم جبريل في القرآن في عدة صور منها جبريل وبها قرأ الجمهور وجبريل وبها قرأ ابن كثير وجبرا إيل وبها قرأ حمزة والكسائي وجبرا إيل وبها قرأ أبو بكر عن عاصم ويقول تعالى في هذه الصفحة أيضا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم لما عبر الله عن نقض اليهود للعهد والميثاق بالنبذ وأنت تعلم أن النبذة هو الطرح والإلقاء فما علاقة الطرح بنقض الميثاق لقد جعل الله تعالى العهد والميثاق الذي أقر به اليهود بكتاب أحكموا قبضه بيدهم حتى لا يقع ولكنهم سرعان ما تخلوا عن عهدهم وألقوا هذا الكتاب وطرحوه أرضا إشارة إلى نقضهم للميثاق ترجمة نانسي قنقر